سلام الله عليكم إن شاء الله كنت بس في صحتكم مليحة و ألف 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 مبروك لبنات اللي نجحوا في البيان إن شاء الله لنجاحات العليا يا رب العالمين و ربي دوهم لفرح في بيوتكم أما اللي نجحوا اللي ما نجحوا شنقول لكم ربي يعوذكم و ما تعرفوا بلك ربي كان حبيلكم حاقدة خير باش العام الجاي تجيبوا علامات و معدلات عالية وتطلعوا وتجيبوا الحاجة اللي حابينها يعني ما تزعفوش على أي حاجة دائما ربي يعطيك العوض في حاجة واحدة أخرى و يالله نبدأ لحكاية تاليوم حكاية تاليوم رهينة أمير رهينو أمير بقلم ماء لينا صابرينا إن شاء الله برك تجيبكم قصة بزاف شابة و فيها بزاف عبر و يالله نبدأ لحكاية تاليوم قعدة تحت شجرة الكاليتوس و راحة وش دارنا قال مقابلة طبيعة وهواها الصافي خمم في حياتي و الأسئلة الدور في راسي بزاف علاه والدية ميحبونيش و تعاملهم معايا قاسي علاه خوتتي التوامي كرهوني علاه بالصح علاه أجوبتهم جهولة مفطنت معا روحي غير على صوت ماما تعيد لي رايان رايان جيت جيت ماما جيت كاش مكاينة قاتل ما زلت كيل كلب تتمرغي تحت الشجرة ماما كنت في غرق عدابرق يالله يالله راي جيت لهين سيق الدار والحوش و طي بلاشا و عمري الماء و نروح أنا و خالتك للجنازة و نجي نلقى كملتي كل شي اوكي ميكو غير خاطرك ماما راحت ماما و أنا بديت بلاشا حاطيته طيب و زيت سيق توامرت رجعت كسير دينا هذيك بلما دلت الدوش أنا خفيف و خرج طليتها لأخوتتي التوام ألقتهم مع شعورهم و الماكياج دايمن هكذا مع كيفه دول باك هذو و طلعوا للجميع دخلت عندهم يا لبنت روحي للكوزينا و اجدو سلاطة و هكذا و الطابلة أنا نروح نكمل القش في الدوش هذي تصافي اصباحاك ذوي تقول لي أنا بنت ماما و بابا بزيني و نوذتي و يديتها لحرير و نروح للكوزينا نخدم ماء شبيك انت يا مهبولة يالله دوري و دوري وجهك علي يالله ما نحبش نشوفك قدامي انت ما تحشميش على الاقل احتار ميني راني اختك الكبيرة بحكت بستهزاء و قاتلي نحتار مكا اختي الكبيرة صح بالصحة ماشي انت يا اختي اختي عابير زيت نطقت لايال كلام صفاء صحيح كل مرة نقول لك نفس الكلام انت ما تفهميش روحك يعطيكم الصحة و خرجت من عنده و دموعي هذيك جلاية كملت شغلي و غضوة من داك غره اكملت سياق اتخل علي اخويا و تطعيش فريد نحي سباطك هداوين اكملت برك قال لي معلي شرايين زيت خلي علي من وراه بابا قريب ازلق بابا قال لي هذيوين تكمليا و جاي حكملي من شهري من اليوم يا بنتي الكلبة تنوضي بكري تسيقي فاهمة كينجي للدارة نقع كلش ناشف حتى اسطح دا برا حبوه يتسيق و نلقيه ناشف و اخبطني للحيط بتتغير نبكي انا جالي يا اخويا خلاص 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 خطي ما تبكيش يكون كشها حاجة قلقاته برك دخني للبيت و بقى يقصر معايا بها ننسى بصح انا عقلي بعيد راني كبرتو عد نفهم و نشوف الفرق مشيوليين بزاف نفس المعاملة انا بالنسبة ليهم واحدة خيثو حيوانة حاشاكم بنت الكلاب هدا و هكذا يوصفوني حتى مرات نشك اني مانيش بنتهم بصح نتراجع من هذا التفكير و نقول اذا انا ماشي بنتهم علىها ربوني و مخلييني في دار معاهم لا 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 لازم نحيض الاحتمال من راسي انا بنتهم و اخوتهم هذي كلاشية انا راقدة انا حسبي دحني نعلى خطي ايه هذي احنا نتغتيها بير حليت هيني يدي لكت حظنتها قلت لي مدام ما توحشتني هكذا له ما اطردش على التليفون تاعك من صبع و انا نعيط ايه اللغان سيتو يتشارجا و راسي لونز هيا نوضي هيا جبت لك البقلاوة اللي تحبيها انت يا فرحت و نوضت معاها طيب تنيل حليب بها نشربها مع البقلاوة الموتاليها دخلت علينا ماما بدت تعيط عليها يالخيصة خلي لاخوتتك شوية قلت لها راني خليت لهم ميكفيهمش حتى هنا انا نقسم هذة الباط هذيك عطتني زوج العابير ثلاثة وبالك عشرة خليتهم لي ليال وصفاء دموها يطاحوا بلا منفيق وهزت الباط هذيك و دخلتوا لبيتها تخبي فيه حسيت بالحقرة و الفرق شفت معايا عابير وجهها ولا احازين و يتلاون قلت لي خلاص خلاص هاكي التاعي كلهم انت يا وحدك قلت لها بعد الحقرة منين تفوت هذي خليت كلش في الطابلة او رحت البلاستي المفضلة تحت شجرة الكاليتوس نبكي 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 جيت عابير قلت لي ابكي 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 بطيشية كلش من قلبك قلت لها قرية تعلم النفس صغير بها نعرف على يتعاملوا معايا هذا بصح قرية وتخرجتوا ما زال ما نيش فاهمة لاه والدية ما يحبونيش قلت لي ربي يهديهم برك قلت لها اوليان وصافة قلت لي هذو كيما يحبوا غير الواحد وخويا قتلي فاريد من صغره ما يعرفش يعبر على المشاعر التابعه وطبعه قاسي بصح احنين ايه صح حتى الفترة الاخرانية عاد احنين بزيادة ان شاء الله حتى اماما و بابا يعودوا احنين قلت لها ان شاء الله ان شاء الله قلت لي شوفي كي ينصح براجلي حبيت زوج وقال له شوف لي من جهتك هو خمم فيك واش رأيك قلت لها ما نيش نخمم في الزواج بصح خير ما تبقى يبونيشا عندهم معرف نخمم و نقول لك قد وامنين ذاك رحت الماما سقصيتها واش نديل لاشا قلت يدبري راسك بقيت نخمم حتى لقيت خويا دخل قل اسمعتك تخمينا لاشا ملا رحي ريحي لاشا اليوم علي انا كيف هاليك فريد انت من وقت اشتعرف الطيب اضحك وقال لي وصح نعرف ندير الشواء انت يا ما تخمي ما والو وما تخمي في والو انا ندير كلش ملا خلينا عاولا لا 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 رحي دركا نجبدنا يا الشوايا ونخرج للحوج ونرقل كل شي ونبدأ نشوي فرحت انا ورحت اتكسل في بلاستي شوية سمعت صوت اختي جيت خرجت هكذا خرجت اناها عندها القيتها معا راجلها سلمت عليها وليحت السلم على راجلها وخرج لالحا وش نتعش شو هاديك الليلة قلشني اخويا بزان حتى عابير يانية دلتني معه فوق لازم عابير وفريد نحسهم هما والدية ماشي هادو كل ينقول هما ماما وبابا قمنا لاشا حاولت راجل اختي هيا فاتح بها يخليها تبيت واخيرا خليها دخلنا وصلنا لماعين هذيك وحتمنا بلايسنا قصرنا شوية وعيط لها فاتح حكيت معها شوية غير كوبهت بديت نسقسي فيها كيفيش عايشة معها فاتح قلت الحمدولله معيشني سلطانة في داري وفاميلته هذيك مرة ملاح مرة لا لا المهم صابرة معهم وخلاص قلت لي ماشي بدولك شو على موضوع الولادة قلت لي خلاصتك اصلا اعادوا يخافوا ومفاتح منهار قلب عليهم الدار ماذا دوش بدولي الموضوع الحمدولله كاعدوا يقف معاك ربي خليكم البعض ويرزقكم الذرية الصالحة ان شاء الله ويرزق كل واحدة معانا في القناة راح يتسمع قل يا ربي يفرحك بالذرية الصالحة ويعمر حجرك امين يا رب العالمين قلت لي ريال وقلارك هي ديري فيستاجا قلت لها ايه لازم نحل شخصية اي واحد قدمي بها متروح شقرايتي في الباطل عندك حق غضوا مني عندك مالاش هي ادخل بابا يشكي هكذا انا عيت ما قدرتش على المصاريف والطفل هذك انهار خداموا عشرة ليلة بزا فعلية سكتوا شوية هكذا قلت له بابا انا قريت بها نخدم خلي نخرج نحاوس على خدمة فالولي رفض وبعد محاولات وماما فق راسه تقولوا خليها جيبنا مصروف وتعاولنا بس سيف لا خلاني غضوا مني هذك خرجت نحاوس بسحب لا فايدة المهم خليت ديبلومي هكذا في شحن من بلاصة بعد يومين احنا نتعش شاو جا فاريد قل لقيت لك خدمة وغضوا وش ديرو حكا نديك فرحت فرحة ما تصورو هاش سخصها بابا واش من خدمة هذي وين البلاصة قلوا مركز كبير مقسوم على اتنين جيها للايتام وجيها للمرواقين بسيف لا قيت هاله هذي بلاصة منها ستاج ومنها خدمة جيب بها مصروف نطقت صافاء قتلوا هي شبه لهم انا ما فهمت ش كامل قصدها وبابا خبطت طابلق لها اسكتي المهم غضواه وجدت روحي انا وخرجت معاه ركبت ودي مارينا شوية عاية بابا الفارد قالوا ندي راين تشوف الخدمة ونرجع لك الطنوبيل المهم نسمى غرف العيال بابا اللي فهمتو قالوا ساعة نحب الطنوبيل عندي قدام الباب وقدام الحانود كوبا ودار عندي ربي يهديه قلت له امين ركبنا احنا يا ودي مارينا كي وصلنا اهبطنا قلي هذا هو المركز شفته معاه بين كبير وشفته بجنبه مركز هالشرطة قلي فارد حتر لها بوليس وقدم المركز اني متخافش كامل راهوا امن دخلنا وريقنا كل شي وقالوا لي من غدوة رحها تبدأي تخدمي فرحت فرحتها عمري ما نقدرش نصفكم الفرحتها واخيرين قرايتي اللي تعبت عليها رحها نبدأ نخدم بيها رجعنا للدار وحكيت لماماها كحاستها فرحت بالشهرية برك ماشي بيها بيها آنيا المهم غدوة نضط استيكيت روحي بستروبها كبح زيمها وفي استمع باسكيت افطرت قال لي أخويا اذا وجدان المسلق باها تعودتها في الطريق المهم قتله هو مدابية نضط ماما قاتلي رايحة لها ما تخدمي خدمة في الدارة قلها ماما غير اليوم برك وقد ونعود نخدم في الدار ونروح لها نخدم قاتلي كي ترجعي نحكي وفيها هالي خرجت أنا أخويا امشيت برك قيس خمسة دقائق ونلقى ولاري يعني ماشي بزاف لحكم البيس نمشي قيس ربع ساعة حكاك ونوصل نهبط ونزيدنا نمشي قيس خمسة دقائق ونوصل للمركز المهم قرراني فريد في الطريق كيفاش وكي وين نوصل وكيفاش وين روح نتغدى وهكذا منصبتر إذا بعيد الشرط صرع لي حاجة من كل شورني وحذرني قال لي غير الطاكسي سيرفيس ما تركبهاش إذا حصلتي وحصلتي صح عايطي البابا يجي يديك إذا ما جيش لبوليس قدامك وهو ما يوصلوك قلت له وأنت وين رحت قال لي ما تدري هذي الدنيا إن شاء الله يا أخويا إن شاء الله دخلت خدمت صح صعيبة الخدمة مع الولاد وهكذا بصح علم النفس هذك يخليك تقرأ الناس وشخصياتهم بالعين برك رجعت للدار جتني سهلة طريقة هذي كاني ما خفتش منها جيت عندي ماما قاتلي من غضوة أطنوضي بكري تخدمي كل الشغل تسياغة صيلة طيب وتروح يتخدمي قلت لها نخدم حاجة وكي نرجح حاجة ودركها ونقسم لي معنايا ونرد نخدم خدمتي بالعقل قاتلي لا لا نسو الخدمة أتعاوديها يوميا ملقت ما نقول لها نية في الليل على زوجته على الليل ادخلها لي يا فريد قال لي اختي رايين انا راني مسافر انت يا طالله في روحك قلت له ويه قال لي عندي خدمة برك غري نكملها نرجع ايش بد من جيبو السنسلاخ شي نتع ذهب اعطاها لي خب بها عندك ما تدري هذي الدنيا يجي نهار وتحتاجيها قلوا منين ليك هذي السنسلة قال لي تتاعي كنت صغير وطايش وشريتها في اذك الوقت وبابا ما خلانيش قال لي مك الله تلبسها وعنده الحق خبيتها واليوم عادت عندك ونمصيك ما تخرجيش من هذي الدار إلا وانتي يا عروسة ردي بيلكة كاش نهار يزعفك وتروحي من هذي الدار لا لا اخويا لا لا من غير الدار تاع والدي ما عندي وين نروح بساع عليها رك تهدر هكذا كشو رك تودع فيها جيست برك حبيت انطمن عليك قلت له ماما وبابا عندهم العلم بلي لك مسافرة ايها لبالهم غرغروا عينية بالدموع قال لي ما تبكيش ولا ما نحبك تبكي ولا نحب لي بكيك ما تصعبهاش علي يا يا اختي قلت له ماشي بيدي فارد انت هو الامان التاعي في هذي الدار قال لي لا لا ماشي انا وحدي ولو بابا صعيب وقاسية ما يتمنى لك ششر كوني قوي يا رايين سكت زمان وتفهمته اوكي فارد ما لا طريق سلامة وطال في روحكها ودعته ورجعت البلاستي بكيت بكيت بكيتها لفراقه حتى وجوني عينية تقول حسيت بلي الامان التاعي راح وبعد عليا فاته ايامات واتصل خوي فارد قلنا بلي راح لفرنسا بصح اوراقه هذو كامل تسرقه تمه ما يقدرش يرجع لازمه تسويه واذا يريق الامور وهكذا رايح يطول هكذاك رجع خويك يشغل حرق بيته هذيك الليلة ليلة كحلة عليا عدت يوميا نخرج الصباح نخدم مرات نخرج نص نهار مره نهار كامل حتى كمل الشهر وسلكت وماما فرحت بالشهر بفوق اللازم وزيت قتل يا قليلة هذي قلت لها راني ستاجبرك ما تنسايش المهم عدت نتعب بالزيف النظم على الفجرة با نكمل الشغر في الدار ونروح نخدم نرجع ندير العشاء ونصل لما البنات ما يعاونونيش خلاص حيث روح يخديمها عندهم صح عندها الحق عابرك يا قتلي اتزوجي خير ما تبقى يبونيش عندهم وغضوا مني ذاك نظر وجدت روحي رحت نخدم نيا وصل وقت الغداء فلاشت تغديت لانو كرحت لماكلتها المركز سمعتهم قالوا البوس هذا ما يخدمش هذه العشية قلت معا روحي على الزهر لازم ما نعيط البابة يجي العشية يديني غير جات للمركز عيت له احكيت له قال لي وزيلي لي همك انت يا ابنت لا وبدأ يضيح لي على الربعة انجيليك وصل الوقت به يجي طول وخرجهما كامل يخدمه قلت لانو خرج نستناه برا قعدت في الكرسي هذك تهلا حديد تبع المركز ونستناه فيه حتى صونة تليفوني مصنجر لقيت اخويا فريد معي يطلي فلاكا هدرت معه وبكيت وحشت وغير كوبيت هكذا طلعت راسي لقيت واحد الراجل مربع يديه ومتكه للطنوبيل ويشوفه معايا نظرتها وحدة لدرجة انه حسيت ونكليني من البيت بحبش ينحي عينيه مني وحاكم علي نفس النظرة حتى حشمت انا ودورت وجهه شوية دورت سلجيته قد لقيته واقف معه واحد حاط يديه في جبس ويلابس باسكيت بيضة سلوان بتليكو وكحولة وجي لي اكارو بيضة هكذا وجهه ليه ملمح رجوليه وشارو كحل توت مطلعو كانت عنده واحد الوقفة كلها هايبة وثقة في النفس سراحة دورتنا فيه حتى لقيتوه دور عينيه لعندي القنين شوف معاه دورت وجهه علي شفت باباوه اخيرا وصل اركبت وباقي خلط في الهاطرة وصلت بدلت وحكمت لاشا درت وتاشينا وحكمت بلاستي ارقد دي لكت عدت غالي نحط راسي في المخدة ارقد ملايه الغدوه رحت الخدمتي كنت داخل انا شفت نفس الراجل اللي شفته البارح هو ما شافنيش لبس جيني ومكتوب عليها بياري يا امه خفت من الاسم بحد ذاته عليها عنده هاديك الوقفة صار يخدم على بوليس وزيت بياري ثاني ادخلت خدمت نص نهار وخرجت لقيت راجل اختي فاتح لحت السلام وحكت معاه شوية قالي رايحني بدلوني لهذا المركز الليل لهنا قلت له ربي عامك ان شاء الله ورجعت للدار نفس الروتين وضوه رحت نخدم وشفت البياري هذيك حتى لقيته اغمز لي هكذا يخه ما يحشمش عت يوميا نلقاه مرة يغمز لي مرة يبعث لي هكا وهكا من بعيد مرة يحط سبع جهة قلبه هكذا وراسه المهم حركة غير مفهومة كملت خدمتي وطلعت للدار لقيت صافة في ليتي مع قشي قلت لها واش ركت ديري قلت نحوز كش غجوليف وهكذا تكامل ما عندكش غجوليف ايه خلصي خلصي ونحتاج وغدوة ان شاء الله مديت لها وقاتلي حويجك من قداش نلبسهم ولا غيتقول عليك كطلابة ما لهتي هنا يا واش تديري بالرخص لا لهذا خليه نحتاج ومحت مبارك وخرجت راح بلدي ركت للسلسة أخويا القيتها في بلستها ورجعت للخدمة غيري وصل وقت لغداء اخرجت غديت كنت راجعة سمعت واحده هرايا يقول لي واخيرا شوفناك برا المركز ما حبيتش ندورنا واصلا ما نحبش نهضره معا حتى راجل نخاف ما عنديش جرأة زربت في المشياء انا قالي عليها زربت يا لا خايفة ولت بيني فلال انوثة تعك وما فتنك حبست هنا هناك يقال هكذا طلع لي زبلنا قلت له قادر روحكا ودورت له كي شفتوه بلعة طريقي هذك بالسيف حسيت بكرشة خلطت ما الخوف ايه لي في بالكم ايه هو هو البياري قالي علي بالك حتى صوتك فتنه خويا بعدني واحترام روحكا ما تهدرش معايا ومشيت لخدمتي كملتها وخرجت هذه الليلة قلت غيري نخمن فيه صوته وجهه هادرته وحفظتهم كامل بالسيفة لجنيننا ورقت غدوانة الصباح الجمعة دلت شغلي كيما العادة بصحة اتعبت بالسيف كتفي هذوكا اتعوقت منهم روحت عند البنات لقيتهم يكون يكتب قلت لهم نوضو نوضو عاونو نعيت بدل صافاء هذي كنتي ما تفهميش واقعنا قلنا لك هذي خدمتك ماشي خدمتنا ركما كبرت ودركا يد بيدي معايا في الشغل ته الدار جبنها هاد رب هاد راحتها تلاحت لي وخبطتني على حفة الباب وتعايد وتعايد حتى نجا بابا وماما واش هذا الهيات قتلوا ليلا شوف شوف معايا راهي مورانا معايا خدمة الدار وحنا ما زالنا صغر وما نحرفوش قتلي ماما شحل من المرة قلت لك هذي خدمتك هو هما راهمية قرأوا برك قلت لها عليه انا كنت نقرأ ونخطب اسمعي ما تقارنش روحك بيهما علاها ماما كيما هما بنتك انا بنتك ماشي كيف كيف رايان ماشي كيف كيف نطقت صافة وهي تبكي تتمسكن هكذا بابا بابا حتى تاني ضربتني شوف شوف قلت له هلاش راكي تكذب ليش قلت له وشوفت بابا تاني تكذب فيه قل لي بابا رايان صح ضربتها قلت له لا لا بابا مقصتهاش خلاص هي اللي ضربتني راهي عاد تكذب عليها بدي يعايد ويسب فيها من اليوم شغل شغل الدارنتي المسؤولة لي حتى يكملوا قريتهم قلت له راني نقيم بيه بسحل ينتعب في الدار وبره ما غضتكمش على تحقرو فيها قلت له راني بنتكم من دمكم ولحمكم ارحموني شوية بلعط في عينيه وقال يعطي ترفعي صوتك عليها بنت الكلبية رخيصة ويبدأي ضرب فيها ضرب مبرح خليني زرقة ولا واحد منهم ولا واحدة منهم بععدتني عليه ولا دافعتها ليه نصتنا رحت البيتي وقعت نبكي بالصوت ماشي على الضرب على ظهري كان هنا فريد ولا عابيرا ما يدروا ليش هكذا هم يدافعوا ويحنوا علي كرحت من الإهانة من عيشة الظلم بعد سمعنا رحت لخدمتي لي انه ما قدرتش نروح وعيني مضربة قدم الولاد ادخلت خدمت كامل في الإدارة السخصينية لسبب الغيب قلت لهم مريضة وصل وقت الغداء جيت الناحية الطابلية باش نخرج نتغدى اتفكرت البياري كي قال لي انك تبيني في الأنوثة تاك بقيت لبستها وخرجت اصلا البيزيريا هذيك قريبة وكامل يخرجوا باللبسة على الخدمة رحت كليت وانا راجعة عايتت العابير سقصت على حوالي وكوبت حتى نلقى صوت البياري ورايا الزين هذا مخطوب ليسنا في المكتوب ما ردتش عليه قال لي انتي استاذا ولا طبيبة قلت له حاجة ما تخصكش مهليش حاب نتعرف عليك قلت له ما شرفنيش قلت له اه يا دكتورة قم تبدينا متميزة بردائك الأبيض الذي يغطي جماله ومفاتنا الجسمك ان ردائك سطرة لك اما لي هو كنز مفتاح مفتاحه إلا بيديك دورت ليه لقيته يتبسم احترم روح حتى رك كبير الله غالب سحرتيني خوية تعيش ما زيش تمشي ورايا ما تهدرش معايا وبركة ما تتبع فيا ما ليش نتبع فيك كونك هانية اما لي وش ركت دير وش ركت دير ورايا أصلا قال لي ريح لخدمتي اما لي امشي بسكات واصلا ما تمشيش ورايا وش بك كليتيني هكذا راني غير اني مشي في الطريق يبرك وصوتي يا عدريك يشوفوا هذا الجمالة ما يقدرش يسكت قدامه وما يقدرش يسكت خلاص ثاني ابقى يشوف مهاج يسمي هكذا ويطلع ويهبط في عيني قدلوا ما تحشمشها ودرتها ازربت انام في المشي هذيك كيما وصلت لدخلتها المركز دورت لقيته ما زالي شوف فيها واحدة رخيس حسيت بعينيك ليوني ماكلة وقدوة من هذيك نفس التوقيت اللقيته ورايا قال لي مكلة تقوليني راني نتبع فيك مالي وشاك تدير ورايا انت تروحي تتغدي وانا نفس الشي نروح نتغدى ولا نصوم في جالك مردي تشالي قال لي ولا بلك القلوب عند بعضها علي راني راني نتلاقا دورت لي قلوب تاع من هذا انا وانت يا عيني للقمر خلينا خلينا نتعارفوا وش رأيك لونت راجل طول وعرض بقي تتبع فيها وزدت ديل في الشعر والقلوبة والقمر الأحشمة شوي على روحك وش بيك راك كبير على هذو الحويش قال لي مدام شفتي يا طولي وعرضي معناها راني في قلبك وهذا وش اقصتنا يا بالقلوبة عند بعضها يعني القلوبة عند بعضها وعينيك يشبه للقمر الضاوي يا القمرة وجملك ومفاتنك باختصار السحر بصحة متمنى يشوف هذي المفاتن يعني طبيعيين هنا شعلتنا فيه وقلت له جايح ماشي راجل انتايا ودرت نمشي انايا حتى لقيته جبدني من معصم التاعي تاعي يدي قربني لي هالضاعل عنده شفته معاه لقيته عينيه حمر يعني لحد هذيك التاع حمى خوفتني خلاص ووجهه ملامح وتغيره عاد انسان كل شهر وحاقط قلت له اتلقي يدي وش بيك قلت لي يا جايح ياك مدام ما تبع فيه وتمشي موراياك ونظرت تاعك هذي اللي تعيفها اكيد جايح وكلمك للموسخ ايه انتارك انسان طايش ورخيص وما تسويش وما عندكش ذرة احترامه زي تزيره على يدي احسي ترحها بطير بده ودموعي يطيحه هذيك من الوجع والخوف هو وجهه ما يتفسش عاد شيطان حقيقي قل لي على بلكة بلي كلامك هذي يديك للنارة يديك النار جهنم التاعي ولانن قسما عظما غير ندمك ونخليك تتمني تاكل يلحمك بيدك قبل ما نوصل لك انايا علاش كون انت يا حتى تندمني وتوصل ليا اصلا قال لي يا يجي نهارك وتعرفيني انشكون بصح تكوني روطار بزيب بزيب تمانوري لك الرخيص كيفش داير طلق لي يديها قضاء ورح حكمتي يدي حسي تقريب طارت وما تراسي بصباعه يا خير خيص يا خيميس واجتع الصح اشتركوا في القناة